موسيقى موجز التربوية أهلا بكم تفقد وزير التربية الدكتور دارم طباع صباح اليوم سير العملية الامتحانية في ثانوية عادلة بيهم الجزائرية ومدرستي محمد عدنان الصباغ وفاطمة المخزومية في مدينة دمشق وتأتي هذه الجولة مع استمرار أداء طلابنا لامتحاناتهم في الشهادات العامة للأسبوع الثالث وإصرارهم على رسم خطوات مستقبلهم بكل هدوء وثقة حيث اطمأن وزير التربية خلال الجولة على أوضاع الطلاب ومدى تقبلهم لمستوى الأسئلة إضافة إلى لقاء عدد من الأهالي والحوار معهم حول واقع الامتحانات بشكل عام وحالة أبنائهم الدراسية استكمل معاون وزير التربية الدكتور محمود بني المرجى جولته في مديرية التربية في حماء حيث شملتها زيارة مراكز التصحيح لأوراق الإجابة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي لدورة عام 2021 مؤكدا على ضرورة التقييد بسلالم التصحيح ومراعاة مصلحة التلاميذ والطلاب وفق الإجابات هذا ويذكر أن المراكز التي تمت زيارتها هي مركز ثانوية عبدالعزيز عدي ومركز مدرسة السادس من تشرين كما تمت زيارة دائرة الامتحانات والاطلاع على جاهزية مركز التنتيج تمهيدا لأعمال التنتيج لأوراق شهادة التعليم الأساسية بعد عملية تصحيح الأوراق نبقى في حما حيث أعلنت مديرية التربية قابل طلبات الراغبين بالتدريس بساعاتنا من خارج الملاكة والوكالة الاختصاصية ووكالة معلم صف للعام الدراسي 2021-2022 وعلى من يرغب بالتكليف أن يتقدم بالأوراق الثبوتية اللازمة إلى المجمع الإدارية أو المنطقة التعليمية أو مكتب التوجيه كلهم في منطقته ختم الموجة زي تفاصيل أو فتتابعونها في نشرة الخامسة والنصف إلى اللقاء